اشتركوا في القناة هنا وصدارة هذا الشوط السابح على صدارة وعلى المركز الاول ومقدمة هذا الشوط هنا لسلطان بن ريو بن محمد المنصوري المنطلق على صدارة وعلى المركز الاول المركز الثاني المركز الثاني ويأتينا شاهيل محمد بن سعيد بن عامر الهاشمي وعلى المركز الراب الثالث المركز الثالث هنا المنطلق والناس سعيد بن حمد بالعود العامري ويأتينا من الجانب الآخر هناك أيضا جلمود علي بن سعيد بن علي المنصوري وعلى المركز الخامس المنطلق هنا والوال حمد بن صالح بن هزا العذبة المري وهناك زعفران اهلال بن سعيد بن هلال الظاهري ويأتينا لهب سعيد بن محمد بالذويب العامري على المركز السابع وفي المركز الثامن هنا مسكت بطي بن علي بن محمد بن واس لاكتبه مع مسكت في هذه الانطلاقة الجميلة ومن الجانب الآخر سالهود سالم بن راشد بن ناصر الزبداني المري من ينطلق بأداء الجميلة وعشر المراكز يأتينا مشوش لمحمد بن السيل بن عويضان العامري من يأتينا هنا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وفي أسماء خلف المراكز العجرة الأولى تتواجد أيضا ترقبها خلال مسيرة هذا الشوط ومسيرة الأداء المميز نعود إلى السابح على صدارة السابح على المقدمة وعلى المركز الأول يسبح في فضاء هذا الشوط وفي فضاء الناموس هنا لسيد سلطان بن ريو بن محمد المنصوري من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني شاهين محمد بن سعيد بن عامر الهاشمي من يأتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا يأتي بهذه الانطلاقة والناس سعيد بن حمد بن عود العامري المنطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع جلمود علي بن سعيد بن علي المنصوري ومن الجانب الآخر هنا كزعفران الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري القادم أيضا هنا خامسا بينما المركز السادس والوال حمد بن صالح بن هزام العذبة المري المنطلق هنا بالتحدي على المركز السادس وفي المركز السابع المركز السابع ويأتينا هنا على سابعي المراكز هذه اللحظات هنا ثمين بطي بن محمد بن راشد لغفلي والوصول من قبل شاهين سيف بن عبدالله بن محمد الرميثي من يأتينا ثامنا وفي المركز التاسع المركز التاسع والوصول من قبل في هذه اللحظات هنا مسكت بطي بن علي بن محمد بن واس لإكتبي المنطلق في هذه اللحظات على المركز التاسع وفي المركز العاشر المركز العاشر سالهو سالم بن راهد بن ناصر الزبداني المري المنطلق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأول وهنا السابح سلطان بن ريو بن محمد المنصوري من يسيطر على زمام الأمور يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا تشاهدون على الصدارة على المقدمة في هذا الأداء المميز الجميل المركز الثاني بوحمد قادم هنا مع جلمود سيد علي بن سعيد بن علي المنصوري مع جلمود في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة المركز الثالث المركز الثالث شاهين محمد بن سعيد بن عامر الحاشم مياتينة على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع زعفران هلال بن سعيد بن هلال الظاهري وفي المركز الخامس المركز الخامس هنا ثمين بطي بن محمد بن راشد من يقدم ثمين في هذا الانطلاق المميز الجميل وشاهين سيف بن عبدالله بن محمد الرميسي من يأتينا على المركز السودسي وفي المركز السابع والناس هناك هنا أيضا سعيد بن حمد بالعود العامري والقادم سلهود سالم بن راشد بن ناصر المري قادم أيضا بن شابل بهذا الانطلاق المميز الجميل والوصول من قبل الباخص مبخوت بن سعيد بن لعبالي العامري من يأتينا هنا مع الكيلومتر الأخير في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدين الكرام ولكن هنا التحديات هنا الأداء المميز الجميل في هذا الأداء هنا هنا التحديات هنا الإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام والسابع لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو ثمين 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 هو شاهد 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 يتسلل في هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشهوط سيف بن عبد الله بن محمد الرميسي وثمين بطي بن محمد بن راشد لغفلي هناك على المركز الثاني ويتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوط والتحديات الجميلة ثمين إذا من ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة والمركز الأول وشاهد يحاول السيف بن عبد الله بن محمد الرميسي هنا ياتين جلمود علي بن سعيد بن علي المنصوري ولكن هنا ثمين ثمين وشاهد واللحظات الأخيرة هنا بهذا الأداء الجميلة والتحدي ولكن ثمين 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 تهانينا والناموس والسلام لأهالي هناك الفلاء على هذا الأداء المميز الجميل تهانينا لبطي بن محمد بن راشد لغفلي المركز الثاني شاهد بن عبد الله بن محمد الرميسي المركز الثالث كان من نصيبه هناك جلمود علي بن سعيد بن علي المنصوري سالهود من وصل هناك لسالم بن راهد بن ناصر المري وفي المركز الخامس كان من نصيبه شاهدين محمد بن سعيد بن عمر الهاشم مناتانا على المركز الخامس هذه هي النتيجة وهنا ثمين يحمل الرقم واحد وينتزع الفوز ينتزع الناموس بهذا الانطلاق المميز الجميل لبطي بن محمد بن راشد لغفلي في هذا الأداء المميز شكرا يا دكتور على هذا الأداء المميز الجميل هنا وأيضا التهنية للمهندس أيضا حمد بن بطي على هذا الفوز الجميل هنا التوقيت الزمني هذه الانطلاق المتميزة سبع دقائق ثلاثة واربعين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية تهانين وناموس وأيضا للمضمر علي بن محمد اللوهيبي أما المركز الثاني فكان من نصيب جاهين لسيف بن عبدالله بن محمد الرميثي سبع دقائق أربع واربعين ثانية وفاء وتماما وكمالا شكرا يا ابو عبدالله أما المركز الثالث فكان من نصيب جالمود لعلي بن سعيد بن علي المنصور من أتانا ثالثا بسبع دقائق ستة واربعين ثانية وفاء وتماما وكمالا هكذا يا الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان انطلاقة تلو انطلاق وتحدي تلو آخر ترجمة نانسي قنقر